يا مساء الخير والحب والسعادة على حضراتكم وعلى كل اللي بيشوفونا وبيتابعونا في برنامجنا يحكى أنه على شاشة انقلان أولى معاكم رانيا السيد من داخل فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الخمسة وخمسين العيد الثقافي المصري السنوي اللي بنستناه كل سنة عيد كل الأسر المصرية عيد الكتاب عيد القراء عيد الناشرين عيدنا إحنا كمان في يحكى أنه اللي دايما بنكون حرسين أننا نكون معاكم فيه ودايما بنكون حرسين أننا نقول لكم كل فعالياته ندواته كل الكتاب اللي بتحبوهم وبتحبوا تقرؤ كتابهم كل دار الناشر اللي بتكون موجودة كل الأسر المصرية اللي بيكون بالنسبة لها ده عيد الثقافة السنوي وعيد الثقافة المصري اللي بيتجمعوا وبيجوا يقضوا فيه يوم جميل ثقافي اجتماعي لطيف جدا معاكم رانيا السيد وأسرة برنامج يحكى أنه في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الخمسة وخمسين وحلقات خاصة جدا على مدار أسبوعين كاملين من داخل المعرض استنونا وبنوعاتكم بحلقات خاصة جدا بيت الخرومفش بيت الخرومفش من الروايات اللي النهاردة منورة معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الخمسة وخمسين والحقيقة أنه بيت الخرومفش هو مش بس رواية مسلية وحقيقية وفيها قصص جميلة طبعا لها كمان شق إنساني كبير جدا إنما كمان هي حكاية الكتبة هي حكاية حقيقية عاشتها الكتبة مرت بيها كتبتها نقلتها عملتها لنا في رواية كلنا هنستمتع بيها الكتبة والأستاذة مها سالم صاحبة رواية بيت الخرومفش اللي مشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الخمسة وخمسين أهلا بحضرتك أهلا بحضرتك أهلا بيكي أولا ألف مبروك على وجود حضرتك السنة دي في المعرض برسي جدا بشكرك وأنا عارفة إن دي أول رواية الحضرتك تشاركي بيها في معرض الكتاب على الرغم من تاريخ الصحفي إذا كان العسكري أو الاجتماعي صحيح آه الحمد لله أنا فرحانة جدا وفخورة وبشكرك وسعيدة إن أول لقاء في المعرض يكون مع حضرتك آه النهارده يوم مميز جدا بالنسبالي لإن ظهور بيت الخرومفش اللي بتكون من 30 حكاية حقيقية يعني وإحنا بنقول في برنامج يحكى أنا هو ده بالضبط اللي أنا بعمله إن أنا بحكي قصة البيت المصري والأصول المصرية وقصة الحب اللي جماعتني بشريك حياتي لمدة 25 سنة تأسس فيها البيت على القيم والأدب والإحترام والمواد ده والرحمة آه فيها معايشة حقيقية لتفاصيل بيوت مصرية تشبه بيوت كتيرة جدا من الأسر المتوسطة قصة مشعيقة جدا والحقيقة إنه أكتر حاجة يمكن أنا بتمسني وأكيد هتمس المشاهد وأكيد هتمس القارق اللي هي إقراها هي إن حريك تكتبي قصة حقيقية قصة عشتيها عشتيها بحسب حسيسك عشتيها بكل الحلو اللي فيها عشتيها بكل المراحل الصعبة اللي مرتوا بيها أكيد في المرحلة الأخيرة كلميني عن بيت الخرومفش فيه إيه بيت الخرومفش؟ بيت الخرومفش هو بيت في مكان أثري سحري في حي الجمالية العريق الحي اللي تكلم عليه العظيم نجيب محفوظ وبعد كده اللي حكي عنه يوسف القعيد والأدباء والعظماء كلهم المكان ده حي الخرومفش حي الجمالية في شارع المعايزة لدين الله الفاطمة جميل ده منطقة جميلة جدا ساحرة بتتبع على المقيمين فيها كتير من طبعها لأن انت بتشوفي ان التاريخ انت عايش في وسط التاريخ وعايش في وسط ناس كمان عندهم أصول اتربينا ان احنا نحترم الكبير نراعي الصغير مش قيم نقولها على إطلاقها لكن نعيشها نطبقها صحيح وهي قيمنا الإنسانية المصرية اللي اتربينا عليها كلنا هو ده بالزرع طبعا ازاي ان احنا في البيت ده كان بيت جدتي أصيلة وجدتي لأمي وزي انه كان بيستقبل جيوفنا من المحافظات المختلفة من محافظتنا الأصلية من منوفية او من اسكندرية اي او من اي حد بيجي زور رحاب سيدنا الحسين والجو المتصوف الجميل اللي احنا فيه طبعا حسين ان احنا مكان اتولد وتربى وعاش فيه عظماء زي الرئيس جمال عبدالناصر زي الفنان نجيبي رحاني زي الفنان محمد عبدالوهاب فإذا احنا حسين طول الوقت ان احنا في مكان مميز جدا وانطبع علينا هذا الاثر الثقافي والحياتي منذ نعومة اذافرنا لغاية ما بدأت اقابل بقى شريك حياتي وانا في عمر 17 سنة وكان منطق الجديد للحي ضابط حديث التخرج وبدأت بقى من هنا المعرفة اللي احنا لنا سرطتها بتفصيلها لان فيها قيم بتقول ان الحب الحقيقي موجود صحيح وان العاشرة الطيبة حقيقية وان احنا مش محتاجين لألف ناقة حمراء علشان المهر ولا نموة الاشكيف علشان يبقى رجل عظيم هو رجل عظيم لما يحمي أسرته لما يبقى قوته ليهم لما يحنو عليها لما يحتويها لما يعني يكون الأب والأخ والسند والدهر هو ده بالضبط وعلى فكرة الإنسان المحترم العظيم بيبقى مش بس اللي زوجته بيبقى كده أحسن ابن بيبقى أحسن أخ أحسن صديق فإيهب كده إيهب عظيم في كل مكان الله يرحمه وإذا كنا هنتكلم عنه كمان اسمحيلي أتكلم عن حضرتك أتكلم عن إخلاصك أتكلم عن إمتنانك للشكل ده من العلاقة أو للعلاقة اللي حضرتك دايما فخورة بيها أحب أعرف بس سؤال كده إنساني وهو البديئة ده لما بيكتب عن حاجة حاسسها وعن حاسة مر بيها أحيانا تقلموا أحيانا تفكروا أحيانا تريحوا أي شعور حاستي بي حضرتك وصفتي بالضبط لأن وجمعني كل هذه الأحاسيس لأن أنا بدأت في البداية على مواقع التواصل الاجتماعي كنوع من السيرابي نوع أن أنا عايزة أتكلم عن إيهام عايزة أطلعي كل الجواكي عايزة أطلع المشاعر وعايزة أسيب أثر طيب إن إحنا ندعيله وأدعو الناس إن إحنا دايما يقولوا رحمة الله عليه العظيم ده وإحنا فيه ناس بالشكل دايب هو الأقرب للعساكر زي ما هو الأقرب للقائد صحيح هو يبقى المفضل عند والدته ويساعدها إنه هو المفضل إنه هو علاقته بحماه اللي هو والدي وإزاي إنه هو بابايا كان بيفضله زي ابنه الكبير وعلى العكس ينحزله إزاي إنه هو علاقته بإخواته وهو الأوسط فكل ده فكانت المشاعر الفخر والعايزة إن أنا بتكلم عن حد عظيم عايزة أسيب إرسل أولادي يعرفوا إن أنا اخترت لهم زي ما أنا كتب أب عظيم طبعا وهو اختار أم عظيمة أشكرك ده من زوء إن أنا كان عندي هذا الوعي وأنا بتشكل في بدايتي وخارجي المدرسة ترهابات وذكر لده نحنا التربية في البيت وفي المدرسة لها أساس بتحط عندك قيم وقصص معينة إن أنت عايزة عندي طموح إن أنا أتحقق وأنجح لكن بالجهد مش مستنية ثروة تنزل علي من السماء مش مستنية أتجوز تاجر غني أنا مستنية إن إحنا نبني نفسنا مع بعض ودي كانت رحلتنا وهي دي القصة اللي موجودة ببيت الخرنفش كلميني عن معرض كلميني عن مشاركتك في المعرض أول سنة لديكي معرض الكتاب برواية بتمسى قلبك وبتمسى حياتك وبتتكلم عنك وعن أجمل مراحل حياتك الحقيقة كلمات تعجز عنها توصف حماسي إنشعوري وركفتي وأنا دخلة لأن الأول مرة زي ما حريك بتقولي أنا حكاية مع معرض الكتاب بدأت أول ذكرى لي وأنا يمكن عندي خمس سنين أتذكرها كانت والدتي حتى لو والدي بابا كان مصور صحفي مشهور وبيحب طبع مسقف وربان على المكتبة وعالم المعرفة ومصطفى محمود ويوسف السباعي وحسنين هي فأنا متربية على العظماء لكن الزيارة للمعرض ليها ثمت خاص وليها إبهار كارنفال بالنسبة كانت والدتي تاخدنا ونيجي نشتري نمر على المعرض بكل أجنحته الدولية والمحلية ونشتري قصص المكتبة الخضراء ونشتري القصص الصغيرة وفاكرة كويس جداً إنها شتريتلي الكتب الفرنسيوي لشيء كتب مدرس فرنسيوي حتى لو ده أعلى حاجة نقدر نجيبها على إمكانياتنا نعمل ده علشان هي عارفة إن العلم هو الوسيلة اللي تخلينا نحسن مستوانا ونبقى ناس نكحة في المجتمع ارتباطنا بالماضي هو اللي بيبني مستقبلنا وهو اللي بيخلينا متمسكين بحضرنا قد ارتبطي بالماضي وتنصحي كل الشباب والبنات اللي بيشوفوا حضرتك النهاردة وحضرتك نموذك مشرف كزوجة وكأم وككاتبة وطبعاً يعني كمحررة عسكرية كمان نتكلم شوية عن نصيحة حضرتك لكل بنت أو لكل شاب عايزها يرتبط بالماضي ازاي وينفزه ازاي بالحاضر في الحاضر بتاعه ويتعلم ايه منه للمستقبل برسي جداً على السؤال العظيم شكراً يا كفا أنا عندي ولادي شباب ودايماً بتعامل مع الشباب بهذه الروح الأمومة ودايماً بحب جداً أنهما يكونوا عندهم أمل لأن إحنا بدأنا صغيرين وما كانش يمكن عندنا الطموح ما كانش عندنا الطريق واضح لكن كان عندنا دايماً السعي فبوصيهم أن أنتوا عندكم الأمل إن إحنا اسعوا ممكن لو أنت مش متأكد أنت هتسعى عشان تاخد أي نتيجة واضحة لكن ربنا هيتديك كل الخير كل ما تسعى هتنجح حتى لو أنت مش متأكد أني أنا ماشي في أنهي مصر وفي حالة تانية اللي عايزة أقولها تخليك ممتن لكل حاجة في حياتك أنا فاكرة كويس جداً وأنا في الحي الجمالية وأنا صغيرة كنت بشوف الأحياء بقى بزور صحباتي أروح مصر جديدة مدينة ناصر أروح الزمالك أقول أحياء يعني رقية شيك مش كده بيبقى عندنا فمشاعر الطفولية الطبيعية مجرد ما عديت المرحلة دي لقيت أني أنا لازم أزداد فخراً لإني أنا جذور مصر وكل واحد عنده في حكايته أشياء ملهمة لازم الواحد يمتن ليها ولازم تبقى عندك سلام نفسي مع حقيقتك وطبيعتك وتفخر بيها ده اللي هيديك اللي بيسميه بديئات فاليو أنت قمتك بحقيقتك وتجربتك الخاصة اللي أنت عيش بيها وهو ده اللي بيكون وبيشكل هويتنا هو ده اللي بيخلنا متاليفين اللي دايماً بنفخر بيه ده حقيقي الحاجة الأخيرة اللي أنا بتمنها جداً من كل شاب أنه هو يبص للمستقبل بعين متفقلة لأن التشاؤم يعني أنا دايماً عارفة أن إحنا في القرآن وفي كل الأديان بنقول لا تحزن لا تهنو ربنا بيذكر الحزن بالنهي اوعد خافوا مهما كانت التحديات خليكم متفقلين المستقبل ملككم وإحنا عايشين في نعمة وفضل كبير إن إحنا في دولة عظيمة وفي دورنا عظيمة الحمد لله وحتى لمة العيلة دي كلها بركة الصحابة الطيبين اللي أنا كتبة عنهم على فكرة دي بركة اليوم اللي بييجي علينا وإحنا ربنا مدينا قدرة التحمل حتى الألم دي بركة وخير فدايماً نبقى ممتنين لنعمة ربنا أنا سعيدة جداً بلقاء حضرتك نورتنا وشرفتنا في وحكاء أنا وإن شاء الله قريب نتقابل مع حضرتك في الستوديو مرسي جزاً شرف لي بشكر حضرتك ودي كانت روية الخروم فش للكاتبة والأستاذة مها سالم موسيقى